امنون نرتضي قولا حكيما طيبا إننا لله دوما خاشعون سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرة وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وعلم التنزيل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلة مشاهدين الكرام مستمعنا العزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفينا الكريم فضيلة العالم العلامة وسطة العقد الشيخ محمد حسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم سيدي في إنا عاملون الله برك فيكم بارك الله فيك ربنا يكرمك حياك الله بياك ربنا يكرمك إسلاميات شوقي طيبة له إسلاميات طيبة وأبيات شعرية لا شك يعبر عنها بشكل جيد أسأل الله أن يغفر لنا وله أن يرحمنا وإياه يا رب يا رب لا حرج أن يعبر الإنسان عن مفهم إسلامي ببعض أبيات الشعر شخنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بل ألقي الشعر في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم وسعد به بل ودعى لشاعره حسان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وكان أقول له قل أو هجوم وروح القدس معك وروح القدس وجبريل جبريل أو جبريل فلا شك ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم سمع الشعر نعم وهناك من الأشعار وكان يعجب ببعض أبيات شعر نعم هناك من الأشعار نعم ما يحرك القلوب وما يجدد الإيمان فلا حرج ولا ريب أن تسمع الشعر وأن تقول الشعر إن كان عفيفا جميلا نقيا تقيا يقرب العبد من ربي سبحانه وتعالى ويذكره بالآخرة أو بفضائل الأعمال في هذه الحياة الدنيا سيدنا عبدالله بن رواحة أيضا كان يقول نعم على مهول هذا وكان نبي ردد خلفه في الخندق والعزاب رضي الله عنه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة أحسنت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك ربنا نكمل رحلتنا والإيمانية الطيبة الطهرة مع ندايا الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نقف عند إلا وأنتم مسلمون لكن نستمع إلى رقم النداء والآية من فضلتكم ثم نبدأ الحوار لازلنا مع النداء الثالث عشر من نداءات أهل الإيمان في القرآن الكريم أطلنا بكم النفس فيه شيخنا سامعنا أنا فوجئت بأن الحلقات قد انتهت فهذه هي الحلقة قبل الأخيرة صحيح وإن الله وإن الله رجعون وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كلها خالصة للوجه وأن ينفع بها قائليها ومستمعيها وأن ينفع بها الأمة إنه ولي ذلك والقدر عليه الآية الثانية بعد المائة الأولى من آية سورة آل عمران يقول الرحيم الرحمن مناديا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نقف الليلة عند قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمون جميل بعد أن وضحنا التقوى وشروط التقوى وثمرات التقوى وصفات المتقين بارك الله فيك يعني غصنا معكم في هذا البحر الذي هو مملوء بالأصداف والأحجار الكريمة والآلئ ونسأل الله أن يحشرنا معهم بإذن الله تبارك وتعالى لكن قبل هذا نود أن أقف عند الموت نعم ولا تموتن نعم الموت حقيقة الموت ما هو الموت حدثني الموت أقرب غائب ننتظره ومع ذلك فهو أبعد حقيقة عن قلوبنا وأذهاننا لا إله إلا الله أقرب غائب ننتظره ننتظره وهو مع ذلك أبعد حقيقة عن قلوبنا وأذهاننا كيف قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد جاءت بالحق والحق أن أموت والله حي لا يموت سبحانه جاءت بالحق نعم والحق أن يكون قبري روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران نعم جاءت بالحق والحق أن أرى عند موت ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ذلك ما كنت منه تحيد أي ذلك ما كنت منه تهرب وتفر وتجري نعم وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوف من الموت وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالضمأ خوف من الموت ثم ماذا أيها القوي الفتي أيها الذكي العبقري يا أيها الكبير ويا أيها الصغير يا أيها الغني ويا أيها الفقير كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى الله أكبر كأس شربه الأنبياء والمرسلون والعصاط والطائعون والحكام والمحكومون قاعدة كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه هذه الحقيقة التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نكثر من ذكرها لأننا نعيش عالم طغط فيه الماديات والشهوات وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب وربما ترى الناس يحملون الموت على أعناقهم في جنازة من الجنائز ومع ذلك فهم يتكلمون في أمور الدنيا بل ومنهم من يقع في الغيبة والنميمة وهم في طريقهم إلى المقبرة يحملون الموت على أعناقهم فنحن في حاجة إلى أن نمتثل وصية رسول الله أكثروا ذكر هادم اللذات أكثروا أكثروا الآن هنا ما يذكر أحدنا الموت يقول بعد الشر غير الموضوع غير السيرة شوف لك موضوع التالي أنا لا أنكر أننا جميعا نكره الموت وأنا أكره الموت لا أدعي أنني أورع من أم المؤمنين عائشة كره الموت لا حرج فيه لا حرج فيه لأنه فطرة فلقد روى البخاري ومسلم الحديث أم المهنين عائشة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة رضي الله عنه أكراهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت قال ليس ذلك يا عائشة ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بصخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه لا إله إلا الله فالموت حقيقة لكن هل لأننا خربنا دنيانا وعمرنا أخرانا أم العكس نكره الموت لأننا خربنا الأخيرة وعمرنا الدنيا هكذا قال عالم زاهد معلق بالآخرة يقال له أبو حازم حين سأله سليمان بن عبد الملك وقال له يا أبو حازم ما لنا نكره الموت جيد سؤال طيب طبيعي نعم فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب سلم يا رب جواب بديع جدا قال فما لنا عند الله جل وعلا قال اعرض نفسك على كتاب الله جل وعلا لترى ما لك عنده قال وأين أجد ذلك في كتاب الله قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال وأين رحمة الله يا أبا حازم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين قال فكيف القدوم عليه غدا قال أما المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله وأما الآبق وأما المذنب فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده ومولاه لا إله إلا الله ولذلك لقي الفضيل بن عياد رجلا نعم فسأله الفضيل عن عمره فقال الرجل ستون سنة قال الفضيل إذن أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله أو شكت أن تصل فقال الرجل إن لله وإن إلي راجعون قال الفضيل هل تعرف معناها قال نعم معناها أني لله عبد وأني إليه راجع قال يا أخي فمن عرف أنه لله عبد عرف أنه موقوف بين يديه ومن عرف أنه موقوف بين يديه عرف أنه مسؤول ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا وليكن صوابا وليكن صوابا فقال الرجل وما الحيلة قال الفضيل يسيرة يسيرة قال ما هي أرحمك الله قال اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك هذا وارد يقينا وقد أصل لا إله إلا الله اتق الله فيما بقي من عمرك ما سيرد من عمري لأنك لو تبت إلى الله جل وعلا قبل أن تغرغر سعدت في دنياك وأخراك بل قد يبدل الله كل السيئات حسنات لكن هذا أمر سهل أم هو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى أنا أقف أمام هذا الأمر الرباني ويكاد قلبي ورب الكعبة أن ينخلع ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لكن هذا الأمر هل نحن نملك غير هذا وكأن الآية نفهم منها مع ذرة خارج السياق القرآني أننا نملك غير هذا لا نعلم متى سنموت لا نعلم سنموت كيف كيف ربنا سبحانه وتعالى ينهان هذا النهي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدقت نهي يحرك القلب والعقل معا ليعمله نعم كيف والموت كما تفضلت غيب لا يعلمه أحد على وجه الأرض وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم أخذ مني هذا الجواب الدقيق أستمع وأستمتع للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه رحمة الله قال في كلمات تخلع القلوب لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء إن مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه الله أكبر مرة ثانية من عاش على شيء مات عليه بمعنى لأن عاوز أقول كلماته الأول لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه أما الشطر الأخير من كلام الحافظ ابن كثير فهو كلام للبشير النذير كما في صحيح مسلم من حريث جابر ابن عبد الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات على شيء بعث عليه هذه لا إشكال فيها من مات على شيء بعث عليه من مات على الطاعة بعث على ذات الطاعة أم لحظة الوفاة فقط من مات في لحظة الوفاة في لحظة الوفاة يعني من مات عصيا للأهد كذا هذه لا تفصل عن حياته الأولى هي سابقة الأعمال التي قدم قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم فعلق الحافظ بن كثير على حديث البشير النذير في قول إنما الأعمال بالخواتيم فقال والخواتيم ميراث السوابق إذن هي مسلمات طبيعية يسلم بعضها بعض يقينا يقينا الله جل وعلا أعدل وأرحم من أن يعيش إنسان خلي بالحضرتك على الإسلام للإسلام بالإسلام ثم يقبض على الكفر أبدا ولا العكس أبدا لا إله إلا الله ولا يمكن أن يعيش إنسان على الكفر خلي بالحضرتك نعم إلى آخر لحظة يختم له بالإيمان صعب طب عندنا أدلة بتناقض هذا الذي أصلت سأقول صعب نعم فضل قد يحتاج عليها بعض أحبابي من المشاهدين ومشاهدات من طلاب العلم النجباء الآن بحديث سهل بن سعد في الصحيحين وبحديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين إن أحدكم لا يعملوا بعمل الزمان الطويلة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب خلي بالك دي اللي نحن بننساه فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل 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 بعمل أهل الجنة هو خلاص ترك عمل أهل النار وعمل بعمل أهل الجنة والآخر عمل بعمل أهل النار بعدما كان يعمل بعمل أهل الجنة لا وفي إضافة أخرى في رواة سهل بن سعد قال إن أحدكم لا يعملوا الزمان الطويلة بعمل أهل الجنة إضافة نبوية في غاية الدقة قال بأبي ومي فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس يعني ليس على الكتاب والسنة كما يرى الناس فقط لا ليس مخلصا لربه ليس مخلصا وإنما عمله رئاء نفاقا سمعة شهرة لا أبتغي به وجه ربي سبحانه وتعالى لكن هو يبدو لي ويبدو لك أنه عمل لله عظيم فلا تعارض أبدا لأن الحق يخرج من مشكات واحدة إذن بهذا لابد أن نعيد النظر في الحديث مرة أخرى لأنه كثير من الدعاء القناة في فهم الحديث بارك الله بك معظمهم يقوله لأنه يعمل بعمل الكفر ثم يسبق على الكتاب فيثب إلى الجنة لا يفهمون هذا الفهم لا بد من قولها والنبي كررها في المرتين فيعمل بعمل أهل الجنة والثناء فيعمل بعمل أهل النار بعدما كان يعمل بعمل أهل الجنة إذن لا بد من عمل الله جل وعلا أعدلوا وأرحموا وأكرموا من أن يظلم عبدا من عبيده هل هذا سيدنا عام الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطقش هذا أي نعم لأن الخواتيم ميراث السوابق سوابق يعني هو أصر لآخر لحظة أصر أسأل الله أن يخدم لنا بالإيمان والتوحيد يا عم قل قل لا إله إلا ركلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة وفي لظل أحاج لك بها عند الله يوم القيامة فقال عبد الله بن أمية بن أبي أمية وأبو جهل له أترغب عن ملة عبد المطلب قال بل هو على ملة عبد المطلب فخرج النبي من عنده وهو يقول لا أستغفرن لك لا زال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بالاستغفار له ما لم أنه عنك فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صلى الله أن يختم لنا بالإيمان يا رب الخواتيم يعني هو كان يحضرني معذرة أنه كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لو لا الملامة أو حذار مسبة لو وجدتني سمحا به مدينة يعني هو كان مقتنع بالدين ومؤمن به نعم وهو ربنا جل وعلا قال ذلك فعلا في قرآنه الحكيم قال سبحانه وتعالى للنبي الكريم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلاتنا لشاعر مجنون هذه الصورة الأخرى فمنهم من كلهم يعرفون أنه الحق وكلهم يعرفون أنه رسول الله لكن منهم من يعرض كبرا ومنهم من يعرض أنفة وحمية ومنهم من ينصر رسول الله أنفة وحمية ليس نصرة لرب البرية جل جلاله وهذا ليس في ميزان حسنة يعني هو لا يؤجر على هذا بل وحم بهذا رحمة واسعة هو أخف أهل النار عذابة لكن عذابه لا يطاق والله عذابه أصل لا يطاق قلنا الحديث حتى نتذكره بسيرة الموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخمص أو أخمص قدميه جمرتان من نار يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه وإنه يرى أنه أشد أهل النار عذابة وإنه لأهون أهل النار عذابة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل نفعت عمك أبا طالب كما نفعك في الدنيا سئل سؤالا مباشرا ماذا أجاب صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل فنسأل الله أن يسطرنا وأن يختم لنا وليخواننا جميعا بالإيمان لكن هنا فهمنا الموت الموت يأتي بغتا لا موعد ولا مكان ولا زمان لكن سابقة الأعمال كيف نتدبرها ونحن في أواخر الشهر الفضيل حتى لكي تكون بيننا وبين الله صلى الله عليه وسلم طريق وسبيل مملوء أبا العمر أنا أقول لنفسي ولإخواني الآن أسأل الله أن يختم لي ولإخواني وأخواتي جميعا في هذه الأمة كلها بالإيمان يا رب أقول محال محال أن يعيش إنسان على الإسلام بالإسلام للإسلام وأن يختم له بغير الإسلام عم رحنا حق إن شاء الله شيخ محمد ربناك إن شاء الله لو صدق الله لطهره من كل كبيرة وصغيرة يعني الصفقة دي والرقصة هذه والعمل هذا والشركة هذه والعملية وبعد إن نحج ونعمل عمرة ونبني مسجد وربنا يغفر لنا ونطب في المسجد لا يستطيع كل أحد أن يوفق لهذا ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به هذا وعد الله وهذه سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير آهل لو كنت أملك ما تفضلت به وآهل لو كنت تملك ما ذكرت لن تهى الإشكال لن تهى الإشكال لو كنت أملك أنني قبل الموت بعام أنا أعرف موعد موتي سأتفرغ هذا العام كله للطاعة والعبادة والله لفعل كل العقلاء على وجه الأرض ذلك لكن من منا يملك اللحظة التي سيأتيه فيها ملك الموت بلا استئذان فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دعا كما قد فات في زمن الصبة واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب فالأنفاس محسوبة ومعدودة الموت يأت بغتة والقبر صندوق العمل الله يفتع عليك فإذا انتهت هذه الأنفاس بتقدير خالق الناس ورب الناس لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يدفع عنك ملك الموت يا الله تذكرت الآن والله هارون رشيد لما نام على فراش الموت وأنت تعلم أن هارون كان يخاطب السحابة في كبد السماء أو لا تمطري فإنما تمطري يأتيني خراجك شوف العظمة وسعت الملك صحيح ومع ذلك لما نام على فراش الموت بكى وقال ما أغنى عني مالية يا الله هلك عني سلطانية فين ملك هارون وسلطان هارون ضع وأصر على أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه فحملوا هارون إلى قبره فنظر إلى القبر وبكى طويلا ثم رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ارحم من قد زال ملكه أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها لو خلد أحد لخلد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أيا من يعدع الفه إلى كم يا أخي الوه تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجنب أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى الله كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قد رم فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليمن بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وسلم أحسنت إذن كما يقول ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفني هذه الغربة الحقيقية الإنسان يا رب يا رب لكن لها مقدمات ألا نكون غرباء في القبر نعم انصحنا بهذا شيخ كيف يكون هذا أنا فقط الذي أود أن أركز يعني عليه جدا في حلقة الليلة لخطرها والله لخطرها والله مذكرا لنفسي ومذكرا لإخواني وإخواتي أنه لن يتمكن أحد البتة من تحديد موعد موته وعليه فإذا أراد أن يموت على الإسلام امتثالا منه لأمر ربه جل جلاله ولا تموتن إلا وأنت مسلمون فعليه أن يحقق الإيمان والتقوى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن لن تموت على الإسلام إلا إذا حققت الإيمان يا أيها الذين أمنوا والتقوى اتقوا الله حق تقاتي وإن عشت على الإيمان وعشت على التقوى وعشت على الإسلام فأديت الصلاة بعد النطق بالشهادتين وأديت الزكاة وصمت رمضان ما استطعت إلى ذلك سبيل وحججت البيت إن كنت قدرا مستطيعة وامتثلت الأوامر واجتنبت النواهي فإن زلت قدمك جددت التوبة والأوبة هذه السوابق نتيجتها بعدل الله وحكمته وحكمه أن تموت على هذه السوابق أن تموت على هذا الطاعة أن تموت على هذا الدين ولو أذنت لي أن أذكر بعض النماذج واسمح لي أن أبدأ بأمريكا من قلب أمريكا شاب أمريكي من أصل أسباني حقيقية هذه قصة حقيقية وواقعية يدخل على أحبابنا في مسجد من المساجد في مدينة بروكلين في قلب نيويورك وهم يرددون أذكر الصلاوات بعد صالة الفجر في هذا الوقت المبكر جيد ودخل وجلس وقال لهم في ترجمة حرفية أريد أن أكون محمديا يعني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قالوا طيب من أنت ومقصتك قال دلوني ولا تسألوني كيف أكون مسلما طيب أصعد في نفس المسجد إلى الطابق الثالث أو غير مسلم وغير مسلم غير مسلم فاغتسل ونزل فردد الشهادتين وفرح به إخوانه وعلموه الصلاة وصل الصبح جيد قام لشروق الشمس صلى الصبح طيب مضى اليوم الأول وفي المسجد والثاني والثالث لفت نظر إخوانه جميعا بكثرة صلاته وبكائه وطول سجوده نعم وفي الليلة الرابعة بعد صلاة المغرب جلس إلى جوار أحد إخواننا وقال له يا أخي أنا صرت أحقر نفسي إلى جوارك لكثرة سجودك وبكائك أسألك بالله من أنت ما قصتك ما حكايتك فأخبره وهذا تأكيد لما أصلناه أخبره أنه كان نصرانيا على غير الإسلام نعم وعاش أربع سنوات ماضية وهو شاب صغير يبحث عن الحقيقة ولا تكاد تمضي عليه ليلة إلا وهو يبكي ويتوجه إلى الله عز وجل أن يدله على الحق نعم الشاهد أنه في ذات الليلة رأى عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام في رؤية يشير إليه بسببته ويقول كن محمديا كن محمديا رؤية 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 الله فخرج من بيته ليبحث عن أقرب مسجد فتعرف على هذا المكان الشاهد أنه أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل الصلاة وسجد السجدة الأولى ولم يرفع رأسه وأنهى الإمام صلاته وهو لا زال سجد بيناده الله جل وعلا طضية نعم فلما نادى عليه الإمام لم يرد عليه فحركوه فوقع فلما قاموا إليه وجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل جلاله لا إله إلا الله في اليوم الرابع من إسلامه تقول لي أين السوابق البحث عن الحقيقة نيته النية ووصل ووصل لكن الآن إذا التصقنا بمعترك الواقع والشباب وأذن لنا كعادتنا دائما يعني نعيش يومين خلي الشباب يقشوا يستمتع والبنت تؤخر حجابها على ما تكبر شوية كده وتتخطب ويجي لها عريس إن شاء الله تبقى تتحجب في بيت زوجها بإذن الله تعالى خلينا نستمتع وخلينا نتمتع مش ربنا خلينا في الحياة عشان نتمتع ولا خلينا عشان يكدرنا نعم وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفادها وهي لا تدري فلا يدري أحد من آبائنا الكبار الأصحاء أو المرضى متى ساموت ولا يدري أحد من أولادنا الصغار من الشباب والفتاة متى ساموت فالموت ليفرق بين كبير أو صغير أو حاكم أو محكوم أو غني أو فقير أو صحيح أو مريض لابد أن تستقر هذه الحقيقة ثم من الذي قال يا أحبابي ويا أولادي ويا أبنائي بأن من عاش للآخرة سيحرم من متاع الدنيا وسيحرم من سعادة الدنيا وسيحرم من لذات الدنيا فاستمتع بالدنيا بالحلال الطيب بل لقد قال الصادق صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غنوه في قلبه وجمى عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة صح ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له صح سليم أو حتى يصلط الله عليه الدنيا يركض فيها رقد الوحش في البرية ولن يحصل إلا ما قدره له سبحانه وتعالى لكن اللفت في النظر هنا الشيخ محمد إذا أذنت لنا في ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وكأننا نملك أن نكون مسلمين ساعة الموت نعم نملك ذلك بالسوابق نملك ذلك لأن الله عدل لأن الله عدل فمحال أن تعمل للإسلام بالإسلام وأن تعيش لهذا الدين وأن يختم لك إن كنت صادقا وأن يختم لك بغير الإسلام لكن الذي يعيش على طاعة يموت على طاعة والذي يعيش على المعصية يموت على ذات المعصية إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى قبل موته والموفق من وفقه الله عز وجل إذن الكل لا ينطق الشهادة قبل موته ولا يتب قبل موته معقول لا ولو لقنه الحضور بل ولو لقنه الحضور وذهبوا إليه وقالوا قل لا إله إلا الله عجيب أقسم بالله لقد أخبرني إخواني في دولة من الدول العربية ولا أريد أن أسميها تقدم رجل ليقام عليه حكم الإعدام حكم الإعدام وقبل أن يعدم ذهب إليه بعض الأفاضل يذكرونه بالله تبارك وتعالى فذهب إليه أحد الأفاضل من الصحيح وقال قم وصلي لله ركعتين لا أريد أن أذكر الذنب الآن قم وصلي ركعتين فستعدم بعد دقائق معدودات قال لا مش هصلي أعوذ بالله أي والله أعوذ بالله يقسم لي بالله قال له لا مش هصلي ختم على قلب آه عوذ بالله قال له ما حبيل حضرتك ليه قال له طب يعني إيه اللي أنت بتتمناه قال له أشرب سجارة يا لطيف يا نطيف سلم يا رب هذا في دولة سلم يا رب عندنا في مصر يقسم لي بالله أحد أخواني وأحد طلابي في مدينة المنصورة أنه كان يسكن فوقه جار وكان جار مؤذين يعني لا يكف الغناء في بيته ليلا ولا نهارا فذهب إليه قال طيب إذا كنت مصرن على سماع الغناء اسمع بس ما تسمعنيش أنا يعني بصوت خفض احترد الجيرة نعم فأصر ورفض يقول عدت من يومي من عملي في يومي الآن فوجدت صراخا فعلمت أن الرجل يموت فصعدت لازال الغناء في البيت والرجل مسجع على فراش الموت يعني في لحظة سكرة بين لحظة كربة بين السكرات والكربات فقلت لأولادي اتقوا الله أبوكم يحتضر الآن ولسه الغناء شغال قالوا تبينزل يا شيخ عبد الله هتنا شريط قرآن يقول والله يا شيخ محمد يقسم لي بالله صادق يقول نزل أحضر لي شريطا للقرآن نزلت وأحضر شريطا للقرآن ووضعت شريطا واشتغل القرآن حوالي تقريبا ساعة لربع وأفاق الرجل فسمع القرآن قال لا 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 مش عاوز أسمع القرآن مش عاوز أسمع القرآن حط الغناء هو اللي بينعش قلبي أصر يردد هذه الألفظ وهو يصرق وختم له بها يا أخي من عاش على شيء مات علي ومن مات على شيء بعث علي طالب من طلابي وأنا قلت ذلك مرارا يأتي إلي ويقول لي يا شيخ استحلفتني بله أمي وألت روح لمحمد في مجلس العلم يدعو لأبيك ويؤمن الحضور لعل الله أد فالمهم قال يا شيخ أبي اليوم مات موت فضيعة قلت كيف مات والده قال لي أبي لم يشكو مرضا لم نعلم أنه شكى مرضا ونحن اليوم على الغداء شعر بألب في بطنه فدخل أعزك الله إلى دورة الماء إلى الخلاء ووقف على حوض الماء ليقي ليخرج ما في بطنه وفي جوفه يقول فتعب من طول الوقوف فبرك على رقبته أمام المرحاض أمام المرحاض لا قاعدة المعروفة يقول فكان كلما أراد أن يقي وضع فما وحتى ينجس ولا يؤذي المكان فكان يقي في داخل المرحاض يقول وأبى أن يقف واحد منه لا أمي ولا أنا إلى جواره فأتركناه يقول وسمعناه صرخ صرخة ثم توقف الصوت فدخلنا عليه مسرعين فوجدنا وجهه قد حشر في المرحاض وقد فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى قلت أسألك بالله ارجع إلى أمك وقل لها محمد يقول لك كم بيعمل إيه ماذا كان يصنع فعاد إليه وقال تقول كان ليصلي قلت ماشي أنا لا أقلل من قدر الصلاة بل تارك الصلاة بين فريق يكفره وفريق يفسقه يفسقه لكن يا ابني فيه ذنب آخر دي مش متت تارك صلاة يا ابني أسألك بالله ارجع إلى أمك وقل لها محمد يستحلفك بالله ما الذي كان يصنع ففهمت قالت له سأقول له ماذا قالت أبوك يا ابنك بيطلع الألف بألف ونص يا لطيف يا رب يا رب ربا ربا يبقى يأكل النجاس في آخر أيام يا لطيف يبقى يأكل الحرام والقذارة سلمي عاش طوال عمره يأكل الربا فليأكل النجاس هذا وعد ربي لا إلهي والله العظيم لا يعيش إنسان على معصية والله لا يعيش على معصية ويموت إلا وسيموت على المعصية إنما الآن أنا عاصي وكلنا على معصية لكن الآن نجدد التوبة نجدد الأوبة ولذلك لو أذنت لي خروجا على سياق الآيات والنداءات يعني لو أذنت لي نختم الحلق القادمة بالتوبة ناذن يا شيخنا والله كان هذا سؤال لفضلاتكم يعني أليست هناك من رجع بلى هناك بلى والباب لا يغلق أبدا ولا يملك مخلوق أن يغلق الباب في وجه المذنبين من أمثالي والتوبة تقبل بإذن الله تعالى يقينا إن صحت وتحققت شروطها إذن لنكمل في الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى التوبة ولسامحنا مشاهدين الكرام نستميحكم عذرا بأن نمر على هذه النداءات الإيمانية من النداءات الرحمن لأهل الإيمان في الألبوم الأول من برنامج إن نعملون ونختم هذا الألبوم بالتوبة مع هذا الشهر الفضيل على أن تكون ساعة إجابة بإذن الله تبارك وتعالى شيخنا نطلب منكم دعاء نختم بهذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالإيمان اللهم أختم لنا بالإيمان اللهم أختم لنا بالإيمان اللهم لا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم أجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا لفضلاتكم وننتخلوكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مشاهدين الكرام مستمعين العزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إذن عملون أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضلات الشيخ محمد حسان وعطى ضمان لقاء جديد مع التوبة بإذن الله تبارك وتعالى نستوضعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء التوبة لجي نجدد النية مع الله سبحانه وتعالى فحدثنا عن هذا النداء الجميل نداء الرحمن لأهل الإنم بالتوبة هيا الآن قم إلى ربك جل وعلا حدد الزمانة وحدد المكانة وحدد الكلامة المهم أن تأتي إليه تائبة ما حقيقة التوبة؟ هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وضاطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا هل هناك علامات لقبول التوبة حتى يستريح القلب؟ يقينا أنا أطلب منك نصيحة تهمس بها في أذن كل مشاهدين ومستمعين الكرام وأنا قبلهم بما توصل أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق إنا مؤمنون نرتضي نرتضي